تم الاتفاق أولاً على حماية حرية الناس بالتعبير عن رأيها دون أي تعرض لحرية إنما كان فيه قرار واضح بمنع تسكير الطرقات الدولية تحت أي ظرف من الظروف ومنع الاعتداء بطبيعة الحال على الأملاك العامي أو الخاصة إنما برجع بأكد أن حرية الرأي وحرية التعبير مصاني وما في حدا رح يتعرض لهم عندهم قدر يعبروا بكل مكان هني موجودين فيه أو بكل مكان هني حيتجمعوا فيه المهم أن الطرقات الدولية وحياة الناس وتنقلاتها ما تتعرض اللي بده يتنقل يتنقل الأمر الثاني أنه حماية الأملاك العامي والخاصة ومينة ملمة